العلاقات المصرية السودانية علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كافة المستويات لذلك تدعم مصر كافة الجهود الرامية إلى استقرار السودان ودعم كل ما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المزيد في العرض التالي مع زميل رجاء رمزي أهلا بكم تبدل مصر الجهود كافة لدعم الأمن والاستقرار في السودان بما يحقق مصالح الشعبين المصري والسوداني خاصة وأن السودان يعتبر امتدادا طبيعيا لمصر فالعلاقات بينهما أزلية وتاريخية فعلى المستوى السياسي تؤكد مصر دائما على علاقات الأخوة وتضامن مع السودان باعتبارها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على المستويات كافة وهو ما تؤكده الزيارات المتبدلة الكثيرة ما بين البلدين والتي بدأها الرئيس عبد الفتاح أسيسي عام 2014 بزيارة إلى السودان ضمن جولة شملت ثلاث دول كما كانت الزيارة الخارجية الأولى لالرئيس عبد الفتاح أسيسي عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018 من نصيب السودان وشهدت الزيارة التأكيد على أهمية التنسيق الاستراتيجي والسياسي والأمني ما بين البلدين الذي يهدف للحفاظ على الأمن القومي لمصر والسودان ودفع جهود تحقيق التنمية والتعمير لصالح جميع شعوب المنطقة أما على الصعيد الاقتصادي فشهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة ما بين البلدين تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبالتجمع الكوميسا خاصة أن كل من مصر والسودان يسعيان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 95.1 مليون دولار في عام 2018 أبرزها في مجالات الثروات الحيوانية والصناعة والعقارات في حين يقدر حجم الاستثمارات المصرية في السوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار تبقى لإحصائيات عام 2017 توزعت الاستثمارات المصرية بالسودان على 229 مشروعا منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات بلغت مليار و 372 مليون دولار بصناعة الأسمنت، البلاستيك، الرخام، الأدوية وأيضا الأثاث والحديد والصناعات الغذائية تعمل في مصر 315 شركة سودانية تتوزع استثماراتها ما بين الصناعة والتجارة والزراعة وأيضا الخدمات التمولية وقطاعات الانشاءات والسياحة والاتصالات فيما يحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر بـ 50.4 مليون دولار أما على صعيد التعاون العسكري تشهد العلاقات ما بين البلدين تطورا كبيرا في طار دعم ركائز التعاون المشترك ما بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتعرف على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات الملفذة للتدريب أجرت القوات المسلحة المصرية والسودانية تدريب نصور النيل بقاعدة مرواء الجوية السودانية كما تم إجراء التدريب الشامل حماد النيل إذن ما يجمع ما بين مصر والسودان هو علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين وستأكيد دائما على علاقات الأخوة والتضامن من أجل مستقبل شعبي وادي النيل والقارة الإفريقية بأكملها شكرا لكم